بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن وله وبعد أيها الأحب الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وسعداء بهذا اللقاء المتجدد في ليالي رمضان رمضان شهر الصيام وشهر القيام وشهر تلاوة القرآن تناولنا خلال الحلقات السابقة عدة مواضيع مرتبطة بهذا الشهر الفضيل شرحنا فيها أحكام شرعية للصيام وذكرنا فيها الأعمال الصالحة التي ينبغي أن يقوم بها المؤمن خلال هذا الشهر الفضيل وفي ذلك فليتنافس المتنافسون خصوصا البدل والعطاء والإحسان وكذلك تناولنا قضايا مرتبطة بالقرآن الكريم وبتنزيله اليوم معنا موضوع له أيضا علاقة برمضان النظافة خلال شهر الصيام فمعلوم أن الدين الإسلامي هو دين النظافة بامتياز وربنا سبحانه وتعالى يحب الطاهرين والمتطاهرين وهو الذي أنزل علينا من السماء ماء طهورا ذائما الإنسان يحبد في نظام الإسلام أن يكون طاهرا مطهرا مغتسلا لهذا ربنا عز وجل فرض علينا الصلاة خمس مرات في اليوم وأمرنا بالاغتسال والنظافة فقال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتطهروا النظافة من الإيمان وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملآني ما بين السماء والأرض فالطهارة هي من المقاصد العليا للشريعة الإسلامية في رمضان تكتر المبادرات مبادرة الإحسان سواء موائد الرحمن أو قفة رمضان نريد اليوم أن نضع الأسبوع عن مبادرة جميلة تقوم بها جماعة الدار البيضاء ومدينة الدار البيضاء هي خاصة بمسألة النظافة نظافة في رمضان ويسعدنا أن نستضيف في هذا اللقاء المبارك أحد الأطر بجماعة الدار البيضاء بمدينة الدار البيضاء وهو فضيلة الأستاذ زيل العبيدين أمهل وهو متصرف ممتاز بمجلس مدينة الدار البيضاء مجاز في العلوم الإدارية ورئيس مصلحة التحسيس بشركة التنمية المحلية الدار البيضاء للبيئة سيزيل العبيدين أمهل حياكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شكرا على الاستضافة ورمضان مبارك سعيد على جميع المغاربة وعلى ساكنة مدينة الدار البيضاء على الخصوص الحمد لله لاحظنا في رمضان هناك مبادرات الخير كثيرة ومتعددة هناك مبادرات للإفطار لموائد الإفطار لتوزيع المواد الغذائية لحاملة صحية للسكري وضغط الدم وغيرها اليوم أنتم في جماعة بنيت الدار البيضاء كتقوموا بعملية ديال نظافة في رمضان هذا المشروع سمعنا عنه كثير هنا وهناك بغنى السادة المستمعين في المغرب بأسره يتابع معنا هذه التجربة الرائدة التي تسعى مدينة الدار البيضاء لتعميمها من أجل تحصيل النظافة ما حقيقة هذه الحملة المباركة خلال هذا الشهر الفضيل بسم الله أحمد رحيم شكرا للدكتور طيب قريبان على حسن الاستضافة أولا خلال شهر رمضان شركة تنمية محلية الدار البيضاء للبيئة تحت إشراف جماعة الدار البيضاء كنت نضم حملة تحسيسية بنظافة سمينها رمضان نظيف هذه الحملة تجيب بعدما تبيننا أن كمية النفايات تزداد كمية ديالها في شهر رمضان والغريف الأمر أن هذه الزيادة تكون دي المواد الغذائية لما سهر كواش الناس أثناء الإفطار كالقوى مثلا في حاويات القمامة كالقوى الخوبز كالقوى البطبوط كالقوى السمان كالقوى وجبات صارحة للأكل من أجل ذلك فكرنا أن نضمو هاد الحملة ديلة النظافة سمينها رمضان نظيف اللي كان توجهوا بها المواطنين كان طلبوا منهم أنهم منين يمشيوا يبغوا يقتانيوا المواد الغذائية أنهم يوضعوا واحد القائمة ديلة المقتانيات ديالهم لأن كما في العين دولكم ودكتور أننا في رمضان الناس كيتشهوا بزاف كيشيروا بعينيهم كثير ما كيشيروا بيدهم لذلك كان طبعا منهم أنهم من يبغي بشي توجهوا للسوق أنه وضعوا حد القائمة شنو المواد اللي غادي يستهلكهم لحسب عدد أفراد للعائلة بشي نحاول ما أمكن أن نقص شوية من كمية النفايات نعم القضية حقيقة اللي ملاحظة في رمضان كما جاء في الحديث أن رمضان شهر يكثر فيه رزق المؤمن كنلاحظوا فعلا بأن الموائد للناس في رمضان كتكون كثيرة متنوعة ليست كبقية الأيام ولا كبقية شهر كالقول الحمد لله الحريراء كالقول المسمان البطبوط الحلوية شبكية كالقول الجاج السماك كالقول الزبادي يعني الفواكين أنواع الأعاصر الشاي القهواء خليط خليطين المواد الحلوان المواد المالحة كل هذا كما ذكرت فعلا أن الإنسان هو يشتهي بعينه ومالك يمشي ياخد المواد اقتناء المواد الغدائية من الأسواق كيكون عنده وحد نوع من الجوع قبل الإفطار كيبغي يشري كل شيء ومالك يوضع هذا المائدة هو المفروض أن الإنسان في السنة النبوية مثل كي يكون غير قليل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم من سنته كان يفطر على تمارات فإن لم يجد حسا حساوت من ما كي يكون متى يسر الحمد لله هذه نعمة من الله تعالى في رمضان يكتر رزق المؤمن خير كثير والملاحظ فعلا بأن الناس كي يكونوا القليل وسبعا ما يوقع له الشبع هذه البقية في الغديرها نحن نعرف بأن البعض ربما عنده تلاجة في الدار كي يستعملها ولكن البعض الآخر ربما عنده عنده الأمور عادية كي يرميها بالمواد الغدائية الصالحة في نفايات الأزبال هناك تكون المشكلة صحيح دكتور من أجل ذلك نقترح بعض الأفكار لما لا أن هذا شهر رمضان وشهر الجود والكرم لإنسان مثلا فتيف طار وشات عليه شي حاجة يتصدق بيها يعطيها الجيران كينا حل آخر وأنه يعود استعمال ديالها تبارك الله رأى النساء المغربية رأى حادقات وفنانات في الطبخ رأى أي أكلاء ما تستهلك الشهر الغد يعودوا يستعملوها بشتى الطرق وسبح الله العظيم هذه الظاهرة كتكتير خصوصا في المواسم الدينية يعني القديد الوفرة كتكون في الأضحى المبارك أكيد ربما أنتم في جماعة مدينة الضار البيضاء كتعانون نفس المشكل في عيد الفطر السعيد وفي عيد الأضحى المبارك كيكون الخير كثير وكتكون مشكل النفايات دائما كتتوجهها شركة الضار البيضاء للبيئة طبعا تحت إشراء جماعة الضار البيضاء كتنضم هذه الحملات تحسيسية على طول السنة غير هناك واحد المواسيم اللي كنرحل ونرقزه في هذه الحملات تحسيسية اللي كتزاد فيهم كمية النفايات كما قلنا دابا في شهر رمضان كتزاد كمية النفايات ولكن غير النفايات الاستهلاكية نقدروا نتخلبوا عليها كما أريد الإشارة أن في شهر رمضان أن الناس كما كانوا متعوذين قبل أنهم كيخرجوا النفايات ديالهم تحتى العشية في شهر رمضان كيكون واحد شوية تراخي أن الناس النفايات ديالهم كي يخليهم حتى الصباح نحاول نخبر المواطنين في مدينة الضربضة أن عملية تجميع النفايات كتم بالليل الآن نحن نحاول ندزل السرعة القصوى نمشي 100 تجميع الليلين للنفايات لما لذلك من إيجابيات أولا أن هذه الحاوية ديال أزبال تكون قية خاوية طيلة نهار المواطنين أنهم تقرب 8 ديال الأشياء يخرجوا النفايات ديالهم يوضعوهم في الحاويات وذلك سعر الشاحنات سيمروا بشي يقوم عمد إفراغ من إيجابية ديال هد العملية هو أن هدوك الشاحنات ديال تفريغ الحاويات أنها مني كتبغي تخفر الحاويات توقف واحد دقائق ثلاثة دقائق مما يشكل واحد العرقال دي تصير نحن نبغينا هدو الشاحنات السير ثانيا بغينا أن هدوك الحاويات مني غيتفرغوا في نفس الوقت أنهم يتغسلوا وبنهار يبقوا نقيين بش انتفادوا ذلك الروائح الكاريهة والانتشار ديال الحاشرات فكما فعند كمو دكتور أن 65% من النفايات ديالنا هي نفايات عضوية ونفايات عضوية لبقى تنهار كله كالضرف الشمش كالتفاعل كله روح كاريها كله حاشرات وزيادتان على كتشوها الجمالية ديال المدينة بالنسبة الموسم ديال عيد الأضحى كما لاحظوا مواطنين في السنة الماضية نضمنا واحد الحملة اللي كانت ناجحة كنا دلنا واحد قافلة صوتية كان وجه بواحد رسائل كيفاش الناس يتعاملوا مع النفايات ديال عيد الكبير فرقنا واحد كيميا مهم ما دلت الأكياس بلاستيكية قابلة للتحلل نعم وأنا أذكر حصلت على واحد نسبة منها كنت في الطريق تلقوا لي واحد مجموعة ديالناس وقالقيتم كي يوزعون ديال بلاستيك كي يقول لك فيها اسم ديال مجلس مدينة الدار البيضاء أنك ترمي فيها لأزبال ديالك عزاكم الله وتبقى مجتمع المدني لك نوجه لهم الشكر بهذه المناسبة لأنه تهومايا كي يتعاون مع نفذ عملية التوزيع العملية ديال السنة الماضية الحمد لله كتناجحة مئة بالمئة كما لاحظوا المواطنين أنه اليوم تاني للعيد الأضحاك مدينة الدار البيضاء نظيفة مئة بالمئة فعلا المواطنين كي قارنوا ما بين المدن كيشوفوا بعض المدن في الشمال أو في الجنوب أو في الوسط وكي قارنوها مع الدار البيضاء اللي هي العاصمة الاقتصادية للمملكة وكي بغي تكون هي برئات المجتمع ففي واحد فترة زمنية كأنك ألقى واحد النوع من مشكل ديالنفايات التدبير ديالنفايات بعض الناس كانوا ربما يبدون بعض الاستياء لكن لوحظة فعلا في الشهور الأخيرة أو ربما السنوات الأخيرة هذا التحسن الكبير وجاء بفضل هدل العملية التحسيسية سيزيل عبدالأمهل لو ذكرتمونا كيف يتم هدل العملية التحسيسية اش نوم المجالات اللي كتطلقوها وكتمشيوليها باش تشعروا المواطنين بضرورة أنهم نحافظوا على النظافة دي المدينة ونجمعوا النفايات دي لنا في أوقات معينة وكيفاش نتخلصوا منها ونحافظوا على النظافة دي المجتمع ودين البيئة عملية التحسيس أو التشاور الاجتماعي تعد عنصرا هاما في عقود التدبيع المفوض لكتربط جماعة الدار بيضاء بالشركتين مفوض لهم تدبيع قطع النظافة بمدينة الدار بيضاء اليوم شركة أفيرداد دار بيضاء وأرماد دار بيضاء من أجل ذلك كنقوم وحنا في شركة تنمية محلية الدار دار بيضاء للبيئة بتشاور مع الشركة المفوض لهم بوضع وحد البرنامج بكل شهر كنحاول نطرق فيه لواحد الموضوع اللي غيكون فيه تحسيس نعطيكم مثال مثلا نحن في شهر رمضان كنت تحتعلى النظافة في شهر رمضان كما تحتعلى في أول حلقة كنت طلبهم من المواطنين أنهم ما يبدروش في المواد الاستهلاكية أول حاجة أول إجراء هو عدم التبدير في المواد الاستهلاكية والاستهلاكية يعني هو كالتبدير ربما نفعد نقطة 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 كل يعينه كبير وكل بطنه كبير وكي بغي يأكل بزاف يعني ماشي ننصحه حنا سمعنا بعض البرامج ديال التغذية وديال الصحة يقول لك ماما لأبن آدم جوفا شرا من وعاء بطنه يكفي من آدم لقيمات يقيمن بها صلبه فإن كان ولابد فثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس ولا يملأ جوفا ابن آدم إلى التراب ويتوب الله على من تب هذا الحديث كي يبين بأن الناس أشكال وألوان كاللي يعينوا كبيرة ولمك تلميذة عامرة ولمك تلميذة ممتلئة يعني كيشعر بأنه مفرط وكاللحظة بوحد ضواهير غريبة أن على صفحة الفيسبوك والواتساب وغيرها النساء فيما بينهن يتفاخرنا كيصوروا المائدة كتقال كل كل مرأة وكل فتاة في بيتها كتصور المائدة وكتصفتها للصديقة ديالها وابنت العائلة والجيران كي وحد نوع من التباهي والتفاخر إلى ما كتلميذة عامرة ممتلئة عن آخرها ما كتسمش هذيك مرأة واش هذي المفهوم صحيح ولا مفهوم خاطئ غير التباهي هو اللي كيسبب لنا هذي الففرة وهذه الكترة ومن البات كي رميوه في النفايات وكي حصلوا فيها المستخدمين ديال النظافة اللي تابعين جماعة من الضالب بالطبع هذه عادة ديالة المغاربة ممكنش تحييذها لهم زي عملت بسهولة غير يا راكين هذي التبديل ديال في السهلاك وستهلاك عنده تأثير على البيئة وعلى الصحة ديالة المواطنين وعلى الجيب دياله وعلى الجيب دياله وعلى غلاء الأسعار على غلاء أسعار وندرة الموارد اللي احنا كنسمعها في الاقتصاد مع الحروب اللي كينا ومع هاد المشكلة ديال التنقلات والتي ندرة في المواد الغدائية والتهاب في الأسعار هذي فرصة أننا نقلص من الانفاق وأننا نتابد على واحد النوع من القناعة بالقليل غنكونوا أفدنا الاقتصاد الوطني ونقضنا جيوبنا ونضفنا المدينة وحافظنا على الصحة ديالنا بالطبع هالشي قلت كما كينا واحد ثلاثة ثلاثة المحاور في هاد كينا البيئة يلا هدنا ما يتعلق بميدان النظافة وكينا الصحة هو أن الإنسان فرمدان لابقي يأكل بزاف ماشي الهدف ديال الصيام وزيادة هو أنه كما قلنا يتكيس على الجيب دياله رامني غادي غادي يمشي يتقدى وي يصرف واحد مبلغ بالي كبير ومن بعد غا يشوف أنه كمشي لسلة النفايات هذا رمك يرضاه لابقي لعبده فعلا يتكيس على الجيبو ويتكيس كدلك على على استهلاك المنتوج الوطني رأى المنتوج الوطني ربما بعض الخبر الاقتصاديين يقولوا بأن المدخرات اللي عندنا قد كفينه واحد تلت شهور اربع شهور وخصنا لابد نقلس من حيث الاستهلاك باش نحافظوا على المدخرات اللي عندنا في السوق الوطنية ونبقوا دائما غادي تفوح دريتم زيان الحمد لله واش ما كاش لأمطار أمطار أمطار دلعام كانت طعيفة شيئا ما الموسم الفلاحي غادي يكون متواضع وهذا كله عوامل تستدعي من الناس كلهم أنهم يقلسون في الاستهلاك ويرشيدون الاستهلاك إلى ما يكفيهم دون مبالغة واحد إشارة أخرى بنسبة الميدان النظافة غير النس في هذا رمضان يفكروا لك العمال دين النظافة كل ما زتين النفايات كل ما هم يمسك يتمحن هالجاني نحاول خاصة في شهر رمضان شهر الصيام ويكون شوية تعاب ويكون جود زيد نحاول ما أمكان نفكروا فيه متواما الله حسن عوان متواما رموك يقوم بواحد مجهود جبار لا تخيلوش ندير واحد جولة مثلا في الليل دابا وتشوفوا يخدموا بواحد طريقة احترافية ويقوم بواحد المجهود ولكن الغد الصباح والتاني يلقوا الحاويات عامرين يعني يقوم المجهود مضاعف ومضاعف نعم هناك نوجه تحية للإكبار والإجلال والاحترام والتقدير لكل عمال وعاملات نظفة هذه فرصة سيزيل عبدين أم هل أنت رئيس مصلحة التحسيس بشركة التنمية المحلية للبيئة داخل مجلس مدينة الضالبيضة أريد أن نعرف هذ العمال اللي هم يخدمون نحن في بيوتنا مرتاحين هم يتكلفون يجمعون النفاية والأزبال أعزكم الله وفي أوقات معينة ويتخلصوا منها لكي نبقوا مرتاحين بغيناك في عجلة نتعرف هذ العمال هذ العمال هذو واشكين دكور وإنة شنية الأوقات دي العمل ديهم كيفاش نحاول ممكن يكونوا في وضعية مريحة بالنسبة العمال نقدر نقسمهم إلى هناك سائقين للشاحنات هناك الناس هناك الشارجور أو الناس يقوموا عملية تفريغ الحاويات هناك الناس اللي مكلفين بغسل الساحات الناس اللي مكلفين بالكنس الميكانيكي هناك العمال اللي كين نتهم في المنس العمال المراقبة في المديونة هناك أصناف منهم يقوموا بمجهودة جبارة لكي نشكرهم على المجهودة ديالوم نسب ذكور كالإنات كين ذكور كالإنات نسبة الإنات تقريب من نسبة قليلة ولكن كين في جمع النفايات كين كالناسات كين سائقة الشاحنات هذا داخل في تكريم المرأة أما في المساواة أما في فرص العمل للجميع داخل في مقاربة النوع الشركات يعطيوا الفرصة الجنسين اللي بي حنتي الدوم مرحبا به نعم أوقات العمل ديالهم أوقات العمل ديالهم تقريبا كيخدموا بنسبة لعملية الكنس كتكون من الصباح الباكر كما كلاحظ المواطنين أنه راه مع سبعة والسبعة ونص راه الكنسون راه بليسم غير باش يعرفوا الناس أن عملية الكنس ركتم واحد طريقة فيها خنافة وحد تكنولوجيا أن هذه العربة ذيلة الكنس رمزود بواحد جهاز لحنا في شركة كازابيئة كانت تبعو العمل ديالهم واش قام بذلك الكنس ديال الشارع وليك الزنقة واش قام بها سيركوي ديال واش دارو ولم داروش يعني أنه وراه هو يرى ملزم أنه ذلك الشارع وليك الزنقة خصو يديرو في ذلك النهى ركنا واحد موراقبة صارمة بالنسبة للعمليات ديال الكنس والعمليات جمع النفايات والعمليات غسل الحويات والجميع العملات المتعلقة النظافة كانت موراقبة ديالها يعني يوميا يعني لا تترك عمل اليوم للغد یوميا العملات الموراقبة يوميا عبدالزيادة كان موراقبين ميدانيين ديال شركة كازابيئة نعم لاحظنا فعلان بأن الحويات لكن في الأحياء والشوارع هي نظيفة يعني ليس كالمعتاد بالقبل كنا نشوفوا الأكياس دي الأزبال والنفايات متراكمة دبا الحمد لله كان لقوا هناك حاويات نظيفة وفارقة وكان فهموا بأن أصحاب الشغل قاموا بالعمل ونحن ربما نائمون في ميوتنا وفي الصباح الماكي لقينا الأمور الحمد لله المهمة قد أنجزت لكن التساؤل اللي تساؤل المواطنين هو هاد نفايات ديوننا بالليه نحن نرميوها هاد الناس فين كيدوها هاد النفايات كيتوجهوا المطرح العمومي المراقب اللي كان في ديوننا اللي كيتم عملية الطمر ديالهم في المطرح وإحنا إن شاء الله مقبلين في مدينة الداربدة مشروع كبير تتمين النفايات ومن أجل ذلك فمدينة الداربدة مقبلة على واحد المشروع ديال الفرز التنائي للنفايات اللي في المرحلة الأولى غتكون واحد مرحلة جريبية كتستهدف الإقامات العمومية المغلقة في مرحلة الأولى غد نختاروا موقع بكل مقاطعة غنزودوا بحاويات من اللونين مختلفين الحاوية الأولى غتكون فيها النفايات غير قابلة للتضوير والحاوية الثانية غتكون بلون أصفر اللي غنزودوا فيها النفايات القابلة للتضوير مثل كارتون زاج معادين بلاستيك نعم وهذه الفكرة ربما تحيلونها على واحد مسألة مهمة احنا كمواطنين مليكن بغين نرميو النفايات دينا ربما كنجمعوا كل شي في كيس واحد كنجمعوا بقايا الطعام زائد الكارتون زائد البلاستيك زائد موات طبية خالط كنجمعوا في نفايات في واحد كيس واحد وكان نرميوه وش يحبّد أن الإنسان في البيت ديالو إذي الأكية الصغيرة يعني المواد الغدائية يضع في مكان المواد بقايا الطبية في مكان بلاستيكية في مكان حديدية في مكان باش نسهلوا على عمال نظافة عمليات الفرز كما شرح لك دكتور أن هذه العملية التجريبية غاديم دوا في الوهل الأولى كما كتشير لي عقد تدبير مفوض لشرط لاف الأول لكتربط جماعة الضاربيضة بالشركة المفوض لهما في المرحلة الأولى غا تكون عدنا مرحلة تجريبية بمواقع نموذجية بكل مقاطعة بعد ذلك غادي ندوز المواقع أخرى وإن شاء الله وكن نطمحو أن هذه التجريبة نعموها على جميع تراب مدينة الضاربيضة في قارب العاجين إن شاء الله طبعا الضاربيضة هي عاصمة اقتصادية ورمبوان دي المغرب كبير قريبا ما شح في المقاطعة فيها مدينة الضاربيضة فيها 16 مقاطعة تماني عمالات وكنا جمع الضاربيضة جمعها وحدة يعني أنت فوق الله هي مدينة عملاقة من المدن العملاقة في العالم محسوبة منهم بالطبع نعم إذا رجعنا للحملة التحسيسية أنتم الآن زي العبدين أم هل المتصرف الممتاز بمجلس مدينة الضاربيضة ورئيس المصلحة دي التحسيس بهذه الأمور دي النظافة والبيئة قلتي أشنهم أهم الخطوات اللي غن تبعوها في عملية دي التحسيس قلتي في الأول كان تامسوا من المواطنين أنهم يقلصون في عملية الاستهلاك والإنفاق يعني يكون ناكلوا الطعام اللي غن ناكلوا باش بيبقاش الباقي ونضربوا في النفاية دي رقم واحد رقم اثنين ماذا؟ رقم اثنين كان طلبوا من المواطنين أنهم نفاية دي لهم ما يبقاش يخرجون في أي وقت كان الوقت موحدد دي باك كما في دي با وبغينا ندزل واحد المرحلة دي لأن تجميع النفاية تكون بالليل اللي غن تكون من 8 لأشياء حتى 4 صباح أنا كان طلبهم من المواطنين أنهم يخرجوا نفاية دي لهم مع 7 لأشياء صباحا للأشياء 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 لأن الشاحنات كي بدون تجميع ابتداءا من 8 مساء إلى الساعة الرابعة صباحا هذه العملية هي قتبان النهارها بسيطة ولكن نتائج دي لها كبيرة رأتخيل معي يا دكتور أن مثلا المواطنين ما يخرجوش نفاية دي لهم بنهار يتصلنا والتالي 7 ل 8 يخرجوا نفاية دي لهم غيدوزوا الشاحنات يفرغوا الحاويات غيدوزوا الشاحنات أخرى اللي كتقوم بعملية غسل الحاويات تنظف الحاويات الغد في الصباح غد يلقوا أن هذي الحاويات مغسولين مقين خاوين غدين غدين تفادوا راوح الكاريها غدين تفادوا انتشار الحاشرات غدين حافظوا على الجمالية دي لتالشوارع دي الأزقاء والأحياء دينا وهذا القديل دي الحاشرات يعني كال بجموعة دي المناطق في الدار البيضاء خصوص في الضواحي تشكو من وجود بعض الحاشرات النموة صغيرها يعني جماعة الضار البيضاء كتقوم بشي مجهود بشي الناس يتخلصوا من هذي الحاشرات شني التدابير الممكن يتابعوا على المواطنين وأيضا الجماعة دي الضار البيضاء من أجل التخلص من خطر هذي الحاشرات شني هلا وغيرها راكن شكي ناس يقول لك ما كي ناس وش بالليل بنسبة لهذي المحاربات الحاشرات هناك في شركة تنمي محلي الضار البيضاء البيئة واحدة خاصة بمحاربة هذي الحاشرات والمدار هناك الرقم أخضر مجاني موضوع رهن إشارة المواطنين اللي هو 0804545 نعودوا باش المواطنين أنهم يسجلوه 0804545 هذا الرقم المجاني الأخضر يمكن المواطنين أنهم يتصلوا به إلا عندهم شي شي شكاية بتعلقة بالنظافة بتعلقة بهذه الحاشرات متعلقة بالجيردان متعلقة بالحيوان الضالة كلاب الضالة أو شي حيوان ضال يتصلوا بهذا الرقم الأخضر رهن الشكاية ديالهم هنجابوا عليها في نفس اليوم وغيركون تدخل أقل من 24 ساعة نعم واحد منطقة كنت فيها غير هذه الأيام هجمالي من نفس معرفة جربة ناس وش الناس قيل لك الطريقة اللي غير يستعمل ده بالآن هو يتصلوا بهذا الرقم الأخضر تصل بالرقم الأخضر وغيكون استجابة فورية إن شاء الله الاستجابة الفورية المتوقعة يوش غتكون وش غدي يجيبوا لهم شي مواد رشو المنطقة ولا نعم هناك وحدات للتدخل مجهزة بالمعدات نعم وبالوسائل باش كيددخلوك يحاربو هاد الحاشرات ومنطقة أخرى أيضا بقى نعقلك في الدرواق هناك هجوم الكلاب ضل كثير كترو كترو بزاف وكي يقول لك نرحموهم هادو كلاب مساكن مخلوقات دي الله تعالى ضعيفة كي غن تعملوا معهم الناس احتاروا كلي بغي يطعمهم كلي يقصيهم يعني هاد هاد الكلاب الضلاء شنو التدخل الملائم اللي غتقوم بها جماعة من الدار بيدا بالنسبة للدرواق ما دخلاش في نطاق الجغرافي ديال تدخل ديال يعلم قروي دم احنا نطاق تدخل الجغرافي ديالنا هو مدينة الدار بيدا فقط خارج مدينة الدار بيدا كين الجامعة تدخل يمون مكلفين بهذا العملية إذا في حالة الكلاب الضلاء اشنا هو إجراء اللي نقومو به باش نحتارمو الحياة ديال هاد المخلوقات وفي نفس الوقت انتفادوا اللي كتقوم بتجميع ديالهم وكيديهم واحد فوريا الانيماليا كين في ولد عزوز كيديم تماكين من أجل تلقيح ديالهم بعد ما كتم كيتم تجميع ديالهم نعم إذا إذا رجعنا الحملة التحسيسية اللي كتقومو بها الآن سيزي العابدين أمهل اللي نضافها رمضان نظيف رمضان نظيف قلت بأن الإجراء الأول هو التقليص في المواد الغدائية والأمر الثاني نحترم المواد ديالجمع النفايات نعم نزيدوا ما زال نعرفه شنو الأمر التدابير الأخرى بالنسبة التدابير الأخرى هي تدابير اللي يقدرون المواطنين ديرهم في رمضان وخارج رمضان هناك واحدة تدابير كنسميه إحنا السلوكات بسيطة أنهم النفاي يديرهم يحاولوا يوضعون في أكياس بلاستيكية قابلة للتحلول لأنه بقى نشوفوا أن بعض المواطنين حشاكم يحط النفايات دياله في واحد طارو ويخرجوا الحاوية ويفرغوا كاك كنطلبون من المواطنين أنهم يحاولوا يتعودوا على استعمال أكياس بلاستيكية كذلك كنطلبون مواطنين أنهم بالنسبة للنفايات الصغيرة مثلا كانات قرعة صغيرة ديال الماء مشوار كليناكس كمامة أنكين هناك واحد السلات ديال المهمالات ركيناك في الشوارع وفي الساعة العمومية هذا ما خاص بذيال النفايات الصغيرة مشي بالنفايات المنزلية كنطلبو كذلك من المواطنين أنهم يحاولوا يستعملوا نقط جميع النفايات هذلك الكيس بلاستيكي اللي فيه النفايات يوضعوه في القلب ديال الحاوية مشي حدها ركي اللي كيخرج الساك بلاستيكي كيجيتها الحاوية ذات النفايات كيحطوه دياله را شي ما دار را تزيد غير واحد المجهود على لك العامل ديال النظافة أنه خصوه هذلك الكيس بلاستيكي ويلوحه هو في الحاوية ويقوم عمية الفريق دياله كنطلبو منه أنه ما أنه خرج النفايات دياله في الكيس بلاستيكي وضعه في قلب الحاوية نعم سيزيل عميد أمهال وانتم ما كانت تهتموا بهذه النظافة ديال خلال رمضان الآن مرة على رمضان تقريبا حوالي 18 يوم 18 يوم مرد أشنا هي الخطوات اللي قمت بها في التحسيس واش مشيتوا المساجد مشيتوا المداريس مشيتوا الجمعية المجتمع المدني مشيتوا الملائم القرب وسائل الإعلام أشنا هي الطرق اللي من خلالها توصلتوا مع المواطنين الطرق باش توصلنا مع المواطنين حاولنا ما أمكان نستهد في الأماكن اللي يكون فيها أكبر عدد المواطنين بنسبة لهذا فرمدان باش نرقزوا على هاد الموضوع ديال تبدير ديال في المواد غذائية كنتوجهوا الأسواق أسواق كنت حاولوا ما أمكان أن نتوجهوا بجميع أسواق مدينة دار بيضاء كذلك كنتوجهوا أبو المساجد بعد انتهاء من الصلاة كذلك الساحات العمومية بالنسبة لإشارة اللي شرطي لها دكتور ديال المدارس بالمناسبة اليوم طلقنا واحد برنامج جديد سميناها مدارس خضراء بدنا اليوم بواحد مدراسة في مقاطعة عين الشق اللي هي مدراسة بيل المدون هاد البرنامج نضمناه بواحد شعار طلقنا عليه بسلوكات بسيطة نحافظه على نظافة مدينتنا هاد البرنامج علش استهدام في دا بيئة المدارس العمومية الابتدائية لأن بل لنا باش رصخوا تقافة ديلة المحافظة على البيئة والمحافظة على النظافة خاصة نبدوها من طفولة لذلك توجهنا للتلاميذ دا المدارس العمومية الابتدائية نعم شكو لك يقوم بهذه الحملة التحسيسية واش موظفون عندكم في جامعة دالبيضاء ولا مختصون في مجال البيئة وكيف تلقين وتلتوجيه بالنسبة العملة التحسيس اليومية اللي كيقوم بهم شركة آفير دا و آرما هناك منشط اجتماعيين كيقوم بهذه العملة التحسيس بشكل يومي وحنا حاولنا ما أمكن في شركة دار بضاء البيئة أننا نرفع العدد ديل هات المنشط لذلك قمنا بإبرام صفقة مع واحد تنظم معنا واحد تظاهرتين اللي تظاهر وليسمينها خميس نظيف اللي كنحاولو نتوجهو في كل خميس واحد الحي في دار بضاء حي تابع النفوذ ديل شركة آفير دا وحي آخر لشركة آرما يعني في كل خميس كنتوجهو في جوج مقاطعات بهذه الحملة التحسيسية كذلك هاد الصفقة قد ضمن واحد برنامج آخر لسمينه مدارس خضراء كانت وجهو به المدارس العمومية الابتدائية بتراب مدينة دار بضاء بمعدل مدرستين بكل مقاطعة اللي ابتدأ البرامج من يوم هذا اليوم الأربع نعم إذن هذه خطوة مهمة للمدارس نستهدفها لأن أطفال اليوم هم رجال غد وكي يكون عدم القدرة للاستيعاب وكي ينقلوا المعلومة الميودية لهم لأبائهم وأمهاتهم هذا الحملة سمحت يا دكتور هذا البرنامج كنا ننظموه تحت إشراف جماعة دار بيضاء وبشاركة مع أكاديمية جهوية للتربية والتكوين بجهة دار بيضاء ستات وجمعية أساتيدة علوم حياة والأرض لأن في السورتين وكي كنت معكم الناس مختصين في هذا الميدان جمعية أساتيد علوم حياة والأرض اللي في فرنسية اختصى هم يعطيونا الأفكار والرسائل اللي نغل نقدرون نوجههم للأطفال من أجل ذلك صخرنا وسائل لوجستيكية وسائل تربوية لإنجاح هذا البرنامج بالنسبة الوسائل اللوجستيكية سنقوم بتعليق واحد اللوحات توجيهية للأبناء متعلق لتلاميذ كتعلق بتدبير النفايات وفيها معلومات خاصة بالنظافة كما سنقوم بتزويد هذه المدارس بحاويات صغيرة من فئة 50 لتر لترسيخ ثقافة الفرز التنائي للنفايات كذلك سنفرق على تلاميذ واحد الملصقات اللي عبارة عن نسمينا متاق النظافة اللي كان الوليدات سيقدروا يلسق في الغرف ديالهم أو في القسم ديالهم لا كان تعدوش بيس ولا طبي تلسق فيها كنحاول ما أمكان أنه رسخوا لها التقافة ديالت تدبير النفايات نعم هذا فيما يختص بميدان تعليم نسقتهم مع الأكاديمية الجهة والتعليم بخصوص الأسواق الأسواق اللي مشيتوا لها مع ما نسقتهم وشغير المجلس المدينة ووحده يتدخل ولكن نسقهم مع شجهات معينة مكلفة بتدبير شؤون الأسواق بنسبة للأسواق فاش كنتوجه الأسواق كنحاول ما أمكان أن إلا كان هذا السوق عنده شي جمعية كنحاول نتواصل معهم كنحاول ما أمكان كننسقهم مع المقاطعات في هذه الحمالات التحسيسية لأنهم هما أدرى بهذا الأسواق وبشاكل ديالها كنلقوا بعض كنا استجابة ولكن بغينا أكتر أن تكون استجابة أكتر بنسبة للأسواق كنحاول أن نتوجه لهم باش نسقوا معهم الوقت باش يخرجون النفايات ديالهم لأن الأسواق ما يمكن شيلتزموا معنا بهذا العمليات ديال تجميع الليلين أنا أسواق كتصد بحال مثلا في رمضان الخمسة ستا السوق صفرك يصد يعني كنحاول ما أمكان نديرهم معهم واحد برنامج بتنسيق مع شركتي التدبير المفوض بعمليات إخراج النفايات ديالهم نعم وبشأن الحملة التحسيسية في المساجد هل هناك تنسيق مع المندوبين للأوقاف ولا غير ربما عند بعض المعاض المرشدين إرشادات عامة بنسبة لها الحملة ديالتا رمضان نحن كنحاولون توجه المصلين من يكونوا خارجين من المسجد نحاول ندوي معهم بنسبة التنسيق مع المندوبيات هذه فكرة جديدة بأنها تطبق فكرة جميلة كنا في الحملة ديالتا عيد الأضحى نستقن مع المندوبية الجهوية للأوقاف بأجل أنها توحد خطبة الجمعة قبل من يوم عيد الأضحى باش تحط المواطنين على المحافظة على نظافة المدينة خلال يوم العيد أنا أذكر أذكر في خطبة الجمعة المينبارية التي كانت السنة الماضية قبل عيد الأضحى المبارك فعلا تم تخصيص واحد الجزء من الخطبة حول موضوع التحسيس بالنظافة وكانت نتائج إيجابية فعلا هذه كلها أمور طيبة أيضا ربما لحملة التحسيسية واش كتشمل ملائب القرب حنا كنلقوا بأن الشباب ربما يتوجد أكتر في ملائب كرة القدام وملائب القرب واش كنت عندكم شي خطوات تحسيسية في هذا الاتجاه بالنسبة الملائب القرب هات الفكرة فكرنا فيها ودلنا واحد برة واحد تجريبة لقينا ماشي ناجح لأن الشباب بغي لعب كرة بغي ما يمكن ما يمكن شغل تتوقفه وتعطيه باش تحسيس بالنظافة لقينا هات الفكرة ما جابش أكل ديالها لذلك خصنا نفكره في طرق أخرى على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر غيرها هل هناك بصمة لمجلس مدينة الدار البيضاء للتحسيس بحملة النظافة بالنسبة الموقع الموقع التواصل الاجتماعي احنا بصدد اطلاق الموقع الخاص بشركة تنمية محلية الدار البيضاء للبيئة للموقع الخاص اللي غيرتضمنها هات الخدمات و كذلك غنحاولوا ممكن نكونوا حاضرين بقوة في كل مواقع التواصل الاجتماعي نعم سيزي العمدين ام هل هذي كلها خطوات مهمة للغاية لابد نسولك تقييم عام هذي الايام دا الرمضان من خلال الحملة التحسيسية هل يمكن ان تعطينا واحد المقاربة واش كان تجاوب دي المواطنين معكم باش يحفظوا على البيئة باش يجمعوا النفايات دي لهم الى حد الساعة الى اي مدى وصلت هذي الحملة التحسيسية كما في العلم دي لكم دكتور ان عملية تغيير دي السلوك والتقافة دي الإنسان ماشي بسألة دي يوم او يومين او شهر احنا كلقى واحد استجابة ولكن هي قليلة ولكن كنتم حول لما هو اكتر ما ان الناس المواطنين انهم لاحظنا انهم كين واحد نوع من الاستجابة وهذا اللي كي اكدوا لنا الناس ديال الاستغلال وان عملية التجميع الليلي للنفايات الكمية في تصاعد يعني ان ان هاد الحملة ذات كتجيب الاكل دياله ان شاء الله يا ربي يا كريم وسؤال اخر لماذا اخترتم خميس نظيف يعني فيطر الحملة التحسيسية اخترتم من ايام الاسبوع الخميس هل هو لان بعده الجمعة هي عيد المؤمنين وخاصي كل ناس فيهم نظفة وطهارة وغيرها ام لأي سبب السبب هو ان اليوم الخميس جاء وسط الاسبوع نعم الى هي هي ركب مدرتي اي نهار اخترتك وعيش اخترتك هاد نهار نعم احنا حاولنا نختاره وسط الاسبوع باش نديروا هاد العملية ذات خميس نظيف نعم وبنسبة للحملة دي المدارس الخضراء اشحال دي المدارس قد استهدفتهم لحد الساعة فالمرحلة الاولى هاد المرحلة سنستهدفو 32 مدرسة بمعدل مدرستين بكل مقاطعة هاد الاختيار غتتصوني علش اخترتو هاد المدارس بعينهم هاد الاختيار تم تمسيق مع الاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين جهة ضار بضاستات هما المدارس اللي اصلا هما من خارطين في الميدان دي البيئة وعدهم واحد نوادي بيئية في داخل المدرسة لذلك احنا بغينا نحاول ما امكان ان نحفزوا المدارس الاخرى ان تاية اجتاد في هاد البيدان باش نقوموا بناحاولوا نتوجهوا لهم تماما بهذه الحملة ونحاولوا نجهزوهم تماما بهذه الحويات دي الفرز التونائي وبهذه اللوحات دي التدبير النفايات وكذلك نسيت انا نشير انه في هذه الحملة دي المدارس خضراء وهنا لك ورشات لغتضمن الاطفال والعاب التربوية كلها عندها علاقة بالنظافة خصوصا بعملية الفرز التونائي للنفايات كما انه لك تنشيط ورسومات وكذلك قمنا بانتاج افلام كارطونية دي الواحد زج دقائق اللي حول ما امكن ان ندوزوا رسائل مبساطة وتكون كما نقول سيب لي الاطفال كذلك الملساقات اللي اللي غنوزعوا للتلاميذ تقربة تلاميذ كلهم غادي كل واحد يكون عندهم ملساق دياله كي نعطيه التوجيهات كيفاش يحافظ على النظافة في البيت دياله كيفاش يحافظ النظافة في المحيط دياله في الغابة في الشاطئ في المدرسة في الحي دياله وبالنسبة لدور الشباب دور الشباب ربما هي المحضر الاساس لجمعيات المجتمع المدني كنت قال جمعيات كثيرة متربوية واجتماعية وثقافية ودور الشباب في الدار البيضاء كثيرة وزاخرة هل عندكم تفكير للتعاون مع هؤلاء الدور نعم وهناك فكرنا في المجتمع المدني لأنه بدون المجتمع المدني ما يمكنش نجحو في هاد قاعد عامية التحسيس لذلك احنا في الشيما عدينا كنت طلبو من النس مسؤولين في المقاطعات أنهم يمدون بلا واحد الجمعيات النشيطة في ميدان البي أو في ميدان النظافة باش تهما يقوم معنا بعمليات التحسيس اليومية ماشي غير المناسباتية احنا بغنى التحسيس يكون يومي غير في المناسبات بحال رمضان ولا عيد الأضحى ولا في الصيف هذو يكونوا حملات مركزة ولكن احنا بغنى الحملات يكونوا يوميا في مدينة الدار بيضاء الهدف المنشود من هذه الحملة خلال رمضان يعني لاش بدون نوصله في الختام بعد أن يمر رمضان هل الهدف هو أن نلقوا بأن الشوارع ديال الدار البيضاء والأزقاء والأسواق والأماكن العامة كلها نظيفة وش هدول هذا الهدف الأسمى الهدف الأسمى هو أن تكون مدينة دار بيضاء نظيفة ولكن بغنى أن المواطنين يحسوا أن هذه رأي المدينة ديالنا جميع وخصنكونوا واعين ونشاركوا في المدينة ديالنا من أجل ذلك احنا كنت طلبهم من المواطنين أنهم يعتبروا أن الشارع أو الحي أو الزنقاء ديالهم بحال الدار دياله ملك خاص دياله ملك عمومي هذه رأي بلادنا وهذه رأي مدينتنا إلى ما نظفنا شحنايش كلها نظفها لنا نعم سيد العبد هل هذه الحملة التحسيسية ستتوقف عند نهاية رمضان أم أن الرؤية مستمرة مستقبليا وحنا أمامنا فصل الصيف كيكون فيه النشاط أكتر وأمامنا خصوصا عيد الأضحى بعد رمضان كيقول لك ها كيجي شوال اللي حاوليك يدل لقرونه والناس كيتسنو العيد الأضحى وهناك يكون أيضا مشكلة للنفايات إلى أي مدى تسير هذه الحملة في التوعية والتحسيس بالنسبة لحملة التوعية والتحسيس غير متوقفة غير كما قلت لك أنا في المناسبات كنحاولو كنزيدو كنزيدو شوية كما قلو لأفونس بالنسبة كما شرت يا أستاذ العيد الأضحى فهذه دل مرحى دل الفترة هذه كتشهد واحد كمية ذات النفايات لكتضعف في النهار واحد واحد ثلاثة أربعة المرات في اليوم الواحد نعم وكيكون يوم عطلة والعمال دي النظافة كمتبوا يعيدوا وشتبع دم عطلة فإن الأضحى للأسف أنهم ما كنكونش عاد دم عطلة ولكن هما يا راكيد الواحد المجهود اللي من هاد المنظار كمشكرهم بزيف وتحية اليوم أنا ما كنسميوش عمال نظافة أنا كنسميوهم مهندسين نظافة نعم لأن أمتبارك الله هذك المجهود اللي يقوموا بخصوصا يوم عيد الأضحى لا يتصور الناس بعيدين واحد عامي أو مهندس النظافة أنه كيقوم بتنظيف دي الشوار وعزقة دياننا تحية كبيرة لهذا الناس وكنقول لهم شكرا وشكرا وشكرا لكم أنا أذكر في عيد الأضحى كنت نقول في في الدير المقدسة في مينا أخطر ما كنت واجهه في ذلك البقاء المقدسة هو أن يوم العيد الأضحى العمال دي النظافة في مينا في الحج عدم عطل ما خداه منش تلتيام اللي يوقع هي أن منطقة مينا أعزكم الله كتعد كلها أزبال لا تطاق حتى إن الحجاج تمكي يقول لك يكري إسلام دي النظافة أنا أذكر دي واحد أربع سنوات كنت في واحد مصافة أطباء واحد المجموعة للحجاج وما أطباء وصياد لقيت على الصحة فتراكمت تراكمت الأزبال لأن العمال في السعودية كيارقم عطل هذا كعيد عيد سعيد وكيد حيب عوردتهم هذه الثلتيام تتراكم هذه النفايات بشكل كتنبح لجبال حتى أن الأطباء يقولوا يعني يكتقول للا الإسلام دي النظافة أين هي نظافة هده وهده كان مرة معنا شي واحد من المهندسين دي البيئة في الضال البيضاء في جماعتكم في الضال البيضاء معكم حضر معناتنا في دي المقدسة قال يا الله هده سعودية نقول لهم استفيدوا من تجربتنا في الضال البيضاء قال إحنا الضال البيضاء زي ما إحنا بزيانين قال يا نعم إحنا يالله رجعنا من اليابان يعني مجموعة للأطر في الضال البيضاء تم إرسالها إلى اليابان واستفادوا من التجربة الرائدة في جمع النفايات وبالتالي غادي بغيت تبقوا هذا في الدار البيضاء وقال يريدوا أن هدوا مسلمين خوتنا وبيتنبلغوا الطريقة دير الجمع لأنه فعلا رهى شيء مؤرق منك تشوف الأسباب كثيرة لا يتقبلها كيشعر بواحد نوع من الاختناق ولكن منها تلقى بيئة نظيفة خضراء وكلها الحمد لله فيها النظافة كتفرح وكتسعد لكن السؤال غلطرح لك سيدة العابدين وربما نختم به احنا مقبلين على فصل الصيف يعني بعد رمضان كيجاين الأضحاء كيجي العطلة الصيفية كيجي موسم البحار والبحار كتكون عندها حالة مشكلة وكيتكون موسم الأعرص يعني بعد رمضان شوال إن شاء الله بلادنا غتفيد بالأعرص غيكون إن شاء الله تعالى المناسبة السعيدة وهناك يوقع وحد الوفرة دي المواد الغدائية وكيدا رميوها في النفايات في الكمامات أش ممكن تقول لنا على التدابير اللي غتقوموا بفصل الصيف واشنين الرسالة اللي غتوجها لعموم المستمعين والمستمعات باش يتعاونوا جميع لكي نحقق بيئة نظيفة بدون نفايات ضارة بالنسبة للموسم الصيف فكرنا فيه توايا ونحن بصدد إعداد واحد البرنامج خاص بنظافة الشواطئ غدي نقوم واحد حمالة تحسيسية بمختلف شواطئ الدار بيضاء بمتداء من شاطئ المعروف بمدام شوال إلى شاطئ النحلة أو الشهدية في سيدة برنوسي غدي نقوم بهذه الحمالة تحسيسية هنا كنفكره واحد برنامج غاني وغدي يكون عبارة عن تنشيط وتوزيع بعد الهدايا المتعلقة بنظافة الشواطئ غني نحاول ما أمكن أن نوزع واحد أكياس بلاستيكية غندير واحد تنشيط الأطفال اللي غيكونوا تم مكن في الشواطئ غنحاولوا ما أمكن أننا نديروا واحد تنشيط عن طريق مكبرات الصوت غتكون كلها قتمحور حول نظافة الشواطئ بالنسبة ل كبشرتي شهر الصيف وشهر الأعراس كان طلبوا أن من المواطني والناس اللي كنسميوا إحنا كبار منتجي النفايات لبعد المناسبة ما أريد أن نوجه لهم واحد رسالة خاصة كبار منتجي النفايات هذو كبار منتجي النفايات هذو كتنص عليهم عقودة تدبير مفوض اللي كنقصدوا بهم المنشآت الفندقية المتاجر الكبرى المطاعيم المؤسسات الصحية المدارس التي بها مقاصف والشركات التي لديها مقاصف كنحاول أن نوجه لهم رسالة أن تدبير نفايات ديالهم راه كيكون من المسؤولية ديالهم هما شخصيا لذلك أنهم هما يخصهم يتكلفوا بتدبير ديالهم من أجل ذلك في هذه المرحلة كان نطلبون منهم أنهم هما يلتازموا معنا بهذا توقيت دل تجميع النفايات أنهم هما يخرجونش نفايات ديالهم في أي وقت ما يخرجونش هما يحطوهم إحدى الحاويات يحاولون ما أمكن أنهم يلتازموا بهذا التوقيت دل تجميع النفايات كذلك كان نطلبوا من من المواطنين بصفة عامة أنهم هذا تجميع الليلة ديال النفايات الله يخليكم والمواطنين راه غير هذا السلوك بسيط ورانتاج دياله راه كبير جدا راه نعود نأكد مرة أخرى راه يلتخرجنا النفايات ديالنا حتى المساء وخلينا الحاويات فارغة بالنهار راه غد نتفادوا واحد مشكل كبير ديالك المنظر اللي كيشوه الجمالي ديال مدينة دار بيضاء ما نقوش نشوفوا أنها هذوك الحاويات متراكمة النفاة متراكمة فيها ما غنقوش نشموا راه وإحكارها هذوك الحاشرات غنحاولوا ما أمكن أننا نقصوا من عدد ديالهم هذوك الحيوانات الضالة اللي كتقتات من حاويات أنها تايا ما تقام ما تاكل غد تشلجي أخرى هذا نداء لكفة المواطنين الله يخليكم لحاولوا أنكم تلتازموا بإخراج النفايات حتى اللعشية ابتدأ بين السابعة والثامنة حتى تقوم بتفريغ ذلك الحاويات إن شاء الله بإذن الله وكان واحد الأمل عندك من المواطنين باشا تكون إن شاء الله حاملة أخرى من غير النظافة ديالبيئة تبييد جدران المنشآت ديال السكن بالدال البيضاء وإذن بساحة الخضراء أنها تعود كثيرة أكتر هذه كلها إن شاء الله طموحات كنت منها وإن شاء الله توقع في المستقبل القريب في العلوم الإدارية ورئيس مصلحة التحسيس بشركة التنمية المحلية لدالبيضاء للبيئة كنشكرك على هذه التوضيحات المفيدة وعلى هذه البيانات وعلى هذا الروح الوطنية كنشكرك نتمنى إن شاء الله الرسالة توصل لكل المواطنين المواطنات يكون رمضان نظيف بدون نفايات وإن شاء الله يكون رمضان نظيف والعام كله نظيف إن شاء الله رمضان الفندقية والأسواق وغيرهم والمساجد الكل يكون نظيف بإذن الله وأن تكون قلوبنا أيضا نظيفة بإذن الله تعالى فيها المحبة والمودة والوئام كنشكرك على هذا التواصل وربما نقوم مع واحد فاصل قصير ثم نعود لك ربما شيء أسئلة أو بعض التوضيحات للسنة المستمعين والمستمعات فاصل ثم نواصل فابقوا معنا إليكم مستمعي الأفاضل لاستقبال مكالماتكم أرقامنا كالعادة 05-22-88-00-60 أو 61 أو 62 أو الرقم الهاتفي 05-22-46-72-50 أو 51 أو 52 مرحبا بكل المكالمات نبدأها من مراكش مع للا فاطمة السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الله يبرك فيك الشريفة سعيد وتعود إن شاء الله سم وتعود إن شاء الله يا رحمن يا رحيم مرحبا مرحبا إياه إياه كينا الرجالة يدخلوا لداخل إحنا كان بقا وغير في البرد وغير واحد للخير باق الليلة ديك نهاتش كي تقع ويجي تمنوا لعقرب هدي في مراكش لا نواحي لا إله إلا الله إياه إياه كينا واحد لخربة محدة مساحة كبيرة غير خربة إياه للا والقنم ولها ويبيعها باش نزيدوها تم فاشي صلب ويليعي تنهار شتاو والله العظيم إلا تكرسنا ليلة هيد الله إلا فرشنا الحصير بس لقلتها لا حول ولا قوة إلا بلا عفتها تشتل إذا تبارك الله هذي اليام الحمد لله والشكر لله هذا فضل من الله إلا كرت غيثة من بلاس دي وعت ليلة هيد الله وفرشنا فيها الحمد لله وبيخير وعلى خير ولكن الجامعة ليلة العيق مكرس بزات بكرس أو دروك ناحية لذا بدأ بصلنا ليلة وحد لبرد قاتل غير من نلخل لا إلا هيد الله إلا كينشي محسين وإلا كينشي محسين إذا كوم الله وخيران الله إذا كوم بخير ماشي شي حاجة كثيرة غير واحد الخرباء بباد بس باك الجامعة والصح والحمد لله هاد المنطقة هي خاربة خاصها تهدم وتعود تمنى بطريقة سليمة مهدمة مهدمة هي أصلا مهدمة أي واش انتم مبنيتوا فيها قيطون خزانة ولا بغير دروف حاليا دوروا لها القيطون أي دوروا لها غير شي خشيبات والله العظيم من اللي كان بدون ندخلو إلا كنحنا وعلى ركابين تندخلو ليلة هيل الله من اللي كان دخلو تندخل ذاك الخرب مفرشين فيه البراري شكايات والحصائر وركابين هذي عم تقبين وذاك الحزر ولكن الحمد لله حبل الله ما ذاك شي ما تيهمناش أيها لفاطمة إلا سمحتي تقولين هنا لفاطمة بالضبط للمقام ديلها قولي العنوان بالضبط للمنطقة ربما قدري سمعها شي وحد من أهل إحسان في مراكش وكين أهل الخير هم صباقين لمثال العمل الصالح رامل غدا يمشيوليها نقول لخويا نقول لخويا الله يزيك بي خير كنقول لها منطقة سيدزوين منطقة سيدزوين أي الجامعة اسميته دوار مولاي بوشتا دوار مولاي بوشتا أي يقليم من ركش يقليم من ركش أي إذا منطقة سيدزوين دوار مولاي بوشتا يقليم من ركش أي يقليم من ركش دوار مولاي بوشتا جامعة واحدة كينتم كينوسق السقوان للا فاطمة واشهد المسجد تبع الأوقاف والشؤول الإسلامية ولهو غير داروشي أهل الإحسان وأهل الفضل وخلل بإذن الله ويدزيكم بخير مازال نسول عليها ونرد عليك وخل فاطمة بإذن الله كنت شكرك للا الله يطول عمرك ويحفظك ويرعاك ويبرك فيك لأن السؤال لماذا لأن المساجد في المملكة هي على نوعين هناك مساجد تابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ومساجد أخرى تابعة للخواص بالنسبة ليتبع الأوقاف الشؤون الإسلامية متى وجدنا فيها شيخ خلال أو قدش مشكيل نتواصل مباشرة مع نضار الأوقاف أو مع المندوبين الإقليميين للشؤون الإسلامية رهم في الخدمة تقول للمشكل فين كين راديك الساعة سوف يهب أو يبعث أحد التقنيين للإطلاع ويتدخل الإصلاح إلا كان المساجد تابع للخواص فالخواص هما أحياناً كتلقى واحد الفترة زمانية واحد إنسان محسن بنواحد جامع وساناه وانصرف وكلي توفي انتقل إلى رحمة الله وبقي الوضع كما هو خلأ أولاده لكن أولاده لا يهتمون بهذا الأمر كتلقى واحد في أوروبا والآخر في دولة أخرى وكي بقى الأمر عالق في هذا الحالة ممكن أننا نتصل بالمندوب الأوقاف نقول لها الجامع الجناح دي النساء خاصة في إصلاح لأن الأوقاف دائماً كتسعى إلى ضم المساجد الخواص إليها بشرط كن فيها واحد الشروط معينة وأكيد كتبدل واحد المجهود كبير باش تبقى المساجد كلها بيوت الله كل في مقام الكفاية ومقام اللي فيها العناية لكل المصلين إن شاء الله تعالى هذه فرصة طيبة كنقول السادة المستمعين اللي هم خصوصاً في إقليم مراكش ومراكش الحمد لله في أهل الخير وأهل الفضل وأهل الصلاح وفي الصباقين للخيرات هذا المسجد اللي هو في دواسيد زوين في سيد زوين دواسيد بوشتا إقليم مراكش اللي يقدر أنه يصليه تمام يدير واحد الإطلالة يعرف المشكلة في الكين ويقوم بالإصلاح وإن كنت أوصي للناس اللي تمام السكنة أنهم يدروا جمعية الطريقة السهلة للإصلاح والفعالية أننا كندروا جمعية هذك الجمعية ككل هدف ديلها هو ترميم وتوسية المسجد الفلاني خصوصاً الجناح الخاص بالنساء كندروا الجمعية وكندفعوها للسلطة المحلية في العملاء وكترخص لنا ومن البعض كندروا المندوبية الأوقاف وكترخص لنا ومن البعض كندروا واحد طلب الإحسان العمومي ومن البعض كندفتحوا حساب بنكي هاتش يكون له تحت إشراف ورعاية السلطة المحلية وكي بدا ذاك الخير كيتجمع في الحساب البنكي ومن البعض كنشوفوا التاشرون اللي غادي بغيبني وكي بديبني ويتخلص من الحساب البنكي واضح كل شي واضح كل شي بيين حتى يقوم مجد على كامله هذي الطريقة المتبعة في عموم المساجد إلا ما لقنا شي محسن كيكون غير مساهمة دي الناس كندروا هالطريقة القانونية فيها المدفع العامة وفيها الرخصة من الأوقاف والرخصة من الداخلية والجمعية كتقوم بعملها بكل شفافية أحيانا قد يتدخل أحد أهد الفضل والإحسان كيدخلوا بكل تقله ويقوم بالبناء والترميم والإعداد والأفريشة وغيرها وأحيانا كيكون غير أبناء المنطقة كيتعاون فيما بينهم هذا عمل لله هذا بيت الله أسأل الله تعالى تكون الرسالة قد وصلت إلى الساكن المحلية والأهل الخير والفضل وإن شاء الله نحن فرحانين وسعداء بأن بلادنا المغرب يحتوي على أعداد كبيرة من المساجد الآن المساجد الحمد لله كلها ممتلئة عن آخرها والشوارع المحادية بها كلها ممتلئة وكان حيي واحد العداد للجمعيات المجتمع المدني وأهل الفضل وأهل الإخلاص قاموا بإعداد فضاءات عامة ركين ملاعم القرب وكين تيرانات كبار وكين واحد ساحات كبيرة تم إعداده فيها خيام وإضاءة وأغراس خضراء وإيجاد الماء ومكبرة الصوت وكل شي جاهز والتي عبارة عن مصليات كبيرة ضخمة غيرها نهارها نصلت في واحد المسجد والله سموه المسجد الأعظم المسجد الأعظم في دار البيضاء في حيث سوارت لمشان يتم غيبا لي كأنه ملعب رياضي كبير فيه تقرم الآلاف دي المسلين رجال والنساء وبالأمس صلت في واحد جمع آخر في درب غلف لهو عبارة عن ملعب دي الكرة كبير تم تجهيزه بالخيام وصار عبارة عن مسجد ما فيه السواري وفيه الإفطار وفيه الوعظ والإرشاد وكل شي هذا بالتنسيق مع الأوقاف الشؤون الإسلامية والسلطة المحلية فصارت بلادنا في رمضان كلها مساجد ولكن هذا لا ينفي أنه نبقى دائما في العمل متواصل للبناء والترميم والتوسعة لبيوت الله شكرا لك للا فاطمة حفظك الله ورعاك نتحول إلى أسفي معنا سيدة عبد الله سلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله يطول عمرك وحفظك ورعاك الله أخي لا نهار كبيرة لا أخي فشعر تعفلنا بيك وفي سدنا الخطة أخي نهار كبيرة يا مرحبت بك أبو لي أخي أخي طيب كورايبان ضيتك الدعم معي أنت والمشاهدين كان لي يعني مريض أخي في طيب كورايبان لا يلا هي لللاه وأخي سأن قلك الله لعل بالحالة لي لا يلا هي لللاه أشدرك أخي 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 آرني واخد لا إله إلا الله لا إله إلا الله وكان عيش أخويا دبانا كنقول لك والله هذا الضوء ما عنديش وحل الحالة مكرفس ولي ذاته مساكن دبا فيه رمضان نوضم تحروف دلماء بش ميعان ترك عارف الظروف والحياة دي وش في أسفي ولا في الضواحي دي الأسفي أخوي أنا في جماعة حضر جماعة حضر جماعة تحيم جماعة تحيم جماعة تحيم أخوي قد خدام كان خدام أفات شي دي اللي بني في المدينة وذك شي وفش دابا مرد دابا ودرني هذا شي جيت ريحش والله لعانا بي والله لعانا بي كان عيش واحد ضروف لا حول ولا قوة إلا بالله ومعراد وصبيطار وزرياكا وزرياكا ليلة هيل الله الله يفعل من عنده بغي تبدع معي أنت والمشاهدين الله يشوف يا ربي أخي عبد الله يا ربي كريم أنا أتحافظ بالراقم جديد سي عبد الله الله يشافيك ويعافيك أحيانا قد أحد الأعضاء البسيطة يصيبها مرض يخلي الجسم كله يشعر بالعلة يقدر يكون غير العين يقدر يكون غير الدرس الأدن أسبوع يقدر يكون واحد للمكان معين صغير واحد العضو الصغير يؤثر على الجسد برمته الله يحسن عوال الجميع لا حول ولا قوة إلا بالله سعد الله يا ربي سبحانه وتعالى اسمه الرزاق ذو القوة المتين كنقول اشتدي أزمة تنفرجي رغم أنك الآن واجهت أزمة مالية وصحية خانقة وأنت مولدات ومشكل السكان والإضاءة ما عندكش يعني قلت لنا واحد الصورة فيها مأساة كبيرة مأساة اجتماعية وإحنا لا نرضى أن يكون المواطنين المغارباء يشعروا بهذه الحياة إحنا الحمد لله في مغربنا العزيز رغم تأخر تساقطت ورغم غلاء الأسعار ورغم كل تداعية الأخرى راك يبقى مغربنا العزيز مغرب في الخير فيض الخير كثير وكثير بزاف إحنا غير قبل قليل كنت نسمعو الأستاذ اللي هو في الجماعة دي المجلس الدار البيضاء لمكلف بالبيئة كي يقول لك بأن المشكل لغير في الدار البيضاء المشكل الكبير هو النفايات كيلقوا فيها طعام جيد كيلقوا فيها البطبط والمسمان وكيلقوا فيها قطع دي الدجاج ودي السماك ومواد وفواكي وغيرها هذا مشكل كبير يعني إحنا ما زال كنا نعانيهم من تخمة إحنا ليسنا شعبا فقير إحنا شعبون غني لكن المشكل هو أن خاص الغني منا يحس بيقول فقير ويدق عليه ويعطيه مما أعطاه الله تعالى وهذا كله من مقاصد رمضان سيدنا النبي كان يقول عن رمضان هو الشهر الموساة وكان سيدنا نبي فيه جواد كان أجود من الريح المرسلة كان يعطي ولا يخشى الفقر وهذه تربية خاصة واضبع لإحنا جميعا في رمضان خصوصا وأيضا بعد رمضان السيد عبدالله أسأل الله تعالى أن يشافك من كل داء وكل سقب الله تعالى اسمه الشافي الله اسمه العافي أسأله جل على أن يتجل عليك بالصحة والعافية وتماما العافية لأن المرأةways لنفر يغسي عبدالله أتخدوا وحد الإناء سأتقرأ في سورة الفاتحة سبعة مرات وحدة قرأة ديلم قرأ فيها الفاتحة تسمى الشافية والعافية والكافية وماء زمزم لما شرب له والقرآن لما قرأ له ثم غتبقى تستنشق وتستنتر ذلك المراد للأنف غتبقى تستنشق وتستنتر تستنشق وتستنتر قل بسم الله استنشق واستنتر قل الحمد لله كل مرة وصلني على النبي عند كل مرة غالبغي نستنشق غالبغي نستنشق غالبغي نستنشق ثم غالبغي نستنتر نقول الحمد لله وغالبغي نستمر في هذه العملية أرى إن شاء الله ماء الفاتحة ماء الرقية وبالصلاة على رسول الله أرى كتحيد الأمراض الخبيثة لأن الله تعالى هو صانع الجسد وهذا الدكر هو أحب الأذكار عند الصانع ونحن صنعته وإن شاء الله تعالى يريك الله العجب أسأل الله تعالى أن يغنيك من فضله الله يفتح لك خزائنه خزائن الله ملأ وكثير ولا تنقص أبدا أسأل الله تعالى أن يفتح لك من خزائنه وإذا فتح الله لك خزائنه لن تحتاج أبدا لخلقه فاللهم يا ربي افتح خزائنك لأخينا عبد الله اللهم ارزقه يا رب الرزق الواسع ارزقه الرزق الكثير الرزق الحلال الرزق الطيب لهو لأولاده قولوا معنا جميعا آمين 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 يا ربي يا كريم نتحول إلى إقليم تارودانت معنا أخي ناسي محمد السلام عليكم سيد دكتور وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الله يطول عمرك ويحفظك ويرعاك الله يجزك بخير بليستقبل ديالك الحار الله ينورك الله يزيدكم بفضله أخي سيد محمد الله يجزك بخير عندي واحد الوليد ديالي الله يجزك بخير يدره رجليه وضهره وكان ديال واحد العملية ديال بروسطة السيد دكتور الله يجزك بخير الله يجزك بخير الله يجزك بخير وضهره وشان نقول لك ورجليه وما كيقدرش يتمشاء الله أكبر ما كيقدرش يتمشاء سيد دكتور الليل هيد الله والله يجزك بخير بغيتك تزعيل معاه ولكن مسكيلة ديالي بغيت اللي مسيرك ولا من ملا ديالي سيبه الله يا ذاك بخير بغ technician نتصل له معك واحد الامر خاص الله يجزك بخير وانسان كانت ترجع وباش نتصلوا بك وكاكن مقلبو عليك واحتى مشيتا الدكتور باش نتقلب عليك في العنوان ديالك باش نمشي عندك قال ليا الوليد قال لي ولو المشيلي عندดك تقلبHAN قليلية عليه منك الله يجزك بخير كبك كل فرح اخي ابي كل فرح ما هي اول عمرك. ان شاء الله بعد رمضان غمشي لتارودات ان شاء الله عن شي احباب مباركين اه يشتغلوا في القرآنية غدا حضر معهم ان شاء الله ونتلقى معك تبا بإذن الله متعدم الواليد. وحدي واحد الاختة هي فيها اسمي سو عاشق. جني عاشق لا اله الله. الجني عاشق الله يجبك بخير. كانت كتبير الوقياه ولكن اه كتصليه بذات وكي يمشي وكي يرجع الى درطة الوقياه كي يمشي ومن بعد او ثانيك ارجع. اي اخوي سيد محمد الله يشافيه ويعافيه. الله يجبك بخير بغيرك تدعي معهم الله يكتر خيرك. يا. والله يرحمي لك الواليد نفسي دكتور اليك ممكن تصل بيا الله يجبك بخير وخصص. الله يرحمي الواليدين. بكل فرح سيد محمد بارك الله فيك حافظك الله ورعاك. والجني العاشق اخي الفاضيل كيمشي وكيعود يرجع. بخلافي اللي عنده بس منه واخر اما عن طريق سحر او اعتداء او او غير ذلك. كاذا كيمشي بالمرة. لكن الجني العاشق كيمشي ثم بعد ذلك يشتاق. كيسمه العاشق الوالهان. كيعود يرجع مرة تانية. بحال الانسان احتوي كي ياخد واحد العازمة ثم يضعف ويعود مرة تانية. العلاج دياله كيكون شوية قوي. واقله هو الاخت ديالك تبقى دائما تلازم ذكر لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اللهم اني اتبرأ من حولي وقوتي. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة. قد قولها كذا باستمرار. كيعطي الله لا تحول من حل الى حل الا بقوة دافعة من عند الله تعالى. الله شافها ويعافها ودويها. الوليد الله يشافه. اراك يقول لك الله يرحم دعفنا. الانسان من اللي كيبلغوا واحد سن معين الله تعالى دلنا الجسم البشري كيبدأ يتضاءل ويتضعف كيبدأ يشعر بالضعف ويشعر بالهزان احنا كان بدأوا في اللول اللي يرحم ضعفنا كان بدأوا صغار ضعاف ثم كان يستمروا في القوة وفي النمو إلى أن نصل إلى النج ثم كان رجعوا مرة تانية المنحدر كان بدأوا ضعفوا بل كان بلغوا الستين والسبعين كان يقول ضعف عادي جداً كان تقبلوها ليسان بعد الاربعين كيوقع في دعف البصر كي لندد ظهرت يدعف بصره وتتقوى بصيرته ثم كيبدأ يشعر بالشيب كيشعر بالتجاعيد كيشعر بتساقط الأسنان كيشعر بدأ المفاصيل هذه كلها أعراض عادية الله يرحم ضعفنا هكذا خلق الله الوجود من بعد قوة ضعفة وشبا كي يشعر بالضعف كان حاولوا أول مرة نتعايش مع الوضعية يعني من تسنوش يرجع لنا الشباب من تسنوش نعود كما كنا في أول مرة أقوية كنا نمشي بكل أريحية وكن نجري بكل أريحية ونقفز بكل بسطة لا أبداً الحياتي هذه خلق الله تعالى علينا أن نتقبلها الله يرحم ضعفنا ولكن الإنسان يعالج نفسه هناك علاج دي المفاصيل كي مجموعة دي الدهون ممكن يستعملها الإنسان من بينها الركابي هناك الكرومبل يعني الكرومبل معروف بأنه كي يحزموه على الركبة وممكن أنه يطمخ وكي يتوضع ونحزموه عنه بواحد الزيف ونباته بالليل را كي يمتص هذه المرودة اللي ساكنف الركابي كذلك زيت الحب السوداء هي الشفاء من كل داء اللسام كي يشد الإنسان كيدهن بها المكان دي الركابي كي تعطيه القوة القوة للشفاء كيدهن بها الركبة ديالو والإنسان كيدهن بله تعالى الشفاء وكيد آيات قرآنية ممكن يقرأها الإنسان التي تقوي العظم تقوي الشكيمة دي العظم من بينها ما جاء في سورة المقرة عن سيدنا العزير العزير الذي ادعى اليهود أنه ابن الله كان العزير هو آخر من بيأبن إسرائيل وفي عهده ادعى الناس أن ليس هناك لا بعت ولا نشور فخرج يتأمل في ملكة الله وعطى الله وحد الآية أنه أماته هو وحماره مئة سنة وبعد مئة سنة الله تعالى سوف يرد إليه الروح الطاهرة ويعينه إلى البعت والنشور يحييه المولى ليؤكد لبني إسرائيل قدرة الله على البعث وعلى النشور فهذه الآيات المتعلقة بسيدنا العزير من أنبياء بني إسرائيل نقرأها في الماء ونشربه أو نغسل به الأطراف من العظام اللي فيها الألم وهي قول الله تعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنّا يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثه قال كم لبث قال لبث يوم دو بعض يوم قال بل لبث مئة عام فانظر إلى طعامك وشرامك لم يتسده وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشرها ثم نكسوها لحما وانظر إلى العظام كيف ننشرها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير موطد شاهد انظر إلى العظام كيف ننشرها ثم نكسوها لحمة قال العلماء بأن هذه الآيات تقرأ على الإسان لدره الكامي دره المفاصيل أربي عز وجل لك يجب الشفاء والقوة من عنده لأن الشفاء من عند الله والمرض من عند الله والخير كله بيد الله أسأل الله تعالى العلي القضير أن يشافي الوالد ويمتعه بالصحة والعافية اللهم يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين اشفي هذا الرجل المبارك اللهم طبه في الغيب واشفيه واشفي مرضان ومرضى المسلمين أجمعين ورزقه يا رب الماركة والتيسير اللهم يا رب خده خد بي نصيتي إلى البر والتقوى اللهم أسعد قلبه وهيئ له من أمره رشدا واشفيه من كل داء وسقمين اللهم أمين اللهم أمين يا رب يا كريم ونبقى أيها الأحب الكرام مع فاصل قصير ثم نرفع أكفة دراعة إلى البار عز وجل ندعو الله تعالى دعاء جماعيا الدعاء كلما كان جماعيا كان أقرم إلى الإجابة فأسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم أجمعين لأن رمضان خصوصا رمضان الدعاء فيه لا يرد وربنا قال في آية الصيام في وسطها في عمقها قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون فاصل قصير ثم نجتمع وإياكم لنرفع أكفة دراعة والابتهال إلى المولى عز وجل بقضاء الحوائج ودفع الأدرار وجلب الأرزاق اللهم أميد يا ربي يا كريم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي وفقنا لسيام رمضان وقيام لا يليه الحمد لله الذي وفقنا لتلاوة القرآن الحمد لله كاشف الغم ومنفس الكربي مجيب دعوة مضطرين إذا دعاه الحمد لله على كل حال ونعود بالله من حال أهل النار حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الرب من العباد وحسبنا الخالق من المخلوقين وحسبنا الرازق من المرزقين حسبنا الذي هو حسبنا حسبنا الله الذي لا إله إلا هو عليه توكلنا وهو رب العرش العظيم اللهم يا رب العالمين أمرتنا بالدعاء ووعدتنا بالإجابة وقلت وقولك الحق وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون اللهم إن استجبنا لك على قدر طاعتنا واستطاعتنا واغفر لنا وتجاوز عنا ما لم نقدر عليه اللهم إن عبادا لك في هذا الشهر الفضيل يعانون من الأمراض والأسقام والعلل اللهم أنت طبيبهم وأنت معالجهم نسألك اللهم يا رب بآية الشفاء في كتابك العزيزة يا من قلت وقولك الحق وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان يا ربي يا من قلت وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين فيه شفاء للناس فيه شفاء للناس ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين وإذا مردت فهو يشفيهم وإذا مردت فهو يشفيهم قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء وشفاء لما في الصدور وشفاء لما في الصدور وشفاء لما في الصدور اللهم يا عفو يا غفور بحق الطور وكتاب مستور اللهم بهذه الآيات المينات شاف مننا كل مريض وكل سقيم يا رب كل من يعاني من السكري أو ضغط الدم أو يعاني من القلب أو من الشرايين أو من المفاصل أو من الجلد أو من صناع الدماغ يا رب كل الأمراض المدنية وكل الأمراض النفسية من قلق وتوتر ووسواس قهري وكل الأمراض الروحية من مس وسحر وعين اللهم يا رب العالمين أنت الشافي وأنت المعافي شافي مرضانا ومرضى المسلمين أجمعين سألناك يا مولانا في هذه الليلة الطيبة وفي هذا الشهر الفضيل شهر رمضان شهر الصيام والقيام وتلاوة القرآن اللهم شافي كل مرضانا ومرضى المسلمين رب الناس أذهب الباس اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما ولا يبقي ألم ونسألك اللهم يا رب العالمين أن تفرج الهم عن المهمومين وأن تنفس الكرب عن المكرومين وأن تقضي الدين عن المدينين اللهم إن عبادا لك فقراء ومحتاجين وأنت وليهم وأنت خالقهم وأنت رازقهم اللهم ارزقنا وإياهم رزقا حسنا اللهم ارزقنا وإياهم رزقا حلالا طيبة اللهم ارزقنا وإياهم رزقا واسعة يا باصط يا باصط يا باصط ابسط لنا الأرزاق ابسط لنا الأرزاق يا حنان يا منان يا عظيم الشام اللهم يا رب العالمين وألف بين قلوب عبادك المؤمنين ألف بين الأزواج والزوجات ألف بين الآباء والأمهات والأولاد والبنات ألف بين قلوب الإخوة والأخوات ألف يا رب بين قلوب الأصهار وقلوب الجيران وقلوب عبادك المؤمنين أجمعين يا ودود يا ودود يا ودود يا ودود يا ودود يا ودود أنشر المودة والمحبة بيننا في قلوبنا واجعلنا يا ربنا إخوانا على سر المتقابلين اللهم طهر قلوبنا من الحقذ ومن الكراهية والمغضاء واملأها بالمحبة والمودة اللهم يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين اصلح أبناءنا وبنتنا وشبابنا اللهم اصلحهم جميعا واجعلهم يا رب مهديين مرضيين ميسرين اللهم بارك في الوالدين إن كانوا على قيد الحياة فمتعهم يا ربنا بالصحة والعافية وتمام العافية واجعل أوقاتهم بالذكر معمورة وامسط له في العمر اللهم وأكر عيونهم وقلوبهم بأولادهم وبداتهم وأحفادهم ومن كانوا قد ارتحلوا إلى الرفيق الأعلى فاللهم ارحم جميع أمواتنا اللهم ارحم جميع أمواتنا يا رب في هذه الليلة المباركة اللهم ارحم جميع أمواتنا وأموات المسلمين اللهم اجعلهم في قبورهم آمنين اللهم يمن كتابهم ويسر حسابهم واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة واجعلهم عندك ضيوفا مكرمين في جنات النعيم وبوئهم يا ربنا مقعد صدق عند مليك مقتدر اللهم يا رب العالمين اجعلهم ضيوفا عندك مكرمين في جنات النعيم والحقنا بهم مؤمنين غير خزايا ولا مفتونين يا حنان يا منان يا عظيم الشان اللهم وفقنا للتفقه في الدين يا رب وفقنا للتفقه في الدين فإنا أعظم وأرحم عبادك وأعز عبادك إليك من تفقه في دينك والشريعتك اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم أعنا على ختم القرآن في رمضان مرات متعددة اللهم أعنا على فهمه وأعنا على العمل بأحكامه اللهم يا رب العالمين واحفظ هذا البلد الأمين اللهم احفظ بلدنا هذا وسائر بلاد المسلمين اللهم كثر خيراتنا اللهم رخص أسعارنا اللهم أمن أوطاننا اللهم أنصر سلطاننا اللهم وأيده من الصريك العظيم اللهم وفق كل رجالة هذا البلد للعمل الصالح الذي تحبه وترضاه واجعل كلمتنا جميعا كلمة واحدة سواء واجعل قلوبنا قلبا واحدة ورأينا رأيا واحدة وهمنا هما واحدة نسير في اتجاه الخير والتعاون على البر والتقوى اللهم يا رب العالمين واجمع شمل المسلمين في كل مكان اللهم اجمع شمل أمتنا الإسلامية اللهم اجمع شمل أمتنا الإسلامية اللهم يا رب العالمين إنك تعلم ما الذي وقع بأمتنا الإسلامية وهي خير أمة أخجت للناس نسألك اللهم يا رحمن يا رحيم أن تعيد أمتنا إلى سالف عزها وإلى سابق مجدها يا رحمن يا رحيم أعد أمتنا الإسلامية إلى سالف مجدها وإلى عزها الذي النثر اللهم أعده إليها يا رب العالمين حتى نكون خير أمة أخرية للناس فالمؤمن صائمون قائمون يتلون القرآن هذه الوحدة العقدية والفكرية والشعورية يا رب اجعلها تتطور قريبا وتصير وحدة قوية تجمع شمل الأمة الإسلامية ويرفع فيها راية الإسلام خفاقة في كل مكان اللهم يا رب أنصر إخواننا في فلسطين اللهم كلهم وليا وكلهم نصيرا بفضلك وجودك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم يا رب العالمين إننا ضلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمننا ربنا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تواخننا إن نسينا أو اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعفو عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أيها الأحباب الكرام أكتروا من دعاء رموبية فإن الله تعالى يحب أن يناجى وينادى بدعاء رموبية كل من قال يا رب يا رب أجابه الملك من السماء رب العالمين قد أقبل عليك اسأل ما تريد تدل ما تريد فنقول جميعا يا ربنا يا ربنا يا ربنا حقق رجاءنا وبلغنا مقصودنا يا ربنا يا ربنا واختم لنا بالحسنة واجعلنا بجوال الأنبياء والمرسلين والأولياء الصالحين آمين آمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين